وسهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه النصر الإنذارية الخاصة بحالة التقصبية المغرب خلال الأيام القادمة بداية من هذا المساء فقبل الأخذ بالتباصيل إخواني الكرام لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات وشكرا لكم زلال شكريتا وقاعد المساء رياح قوية على قلميم باحتمال استمراء أجوال غير مستقرة إن شاء الله على الجنوب الشرقي ولكن الطربات جوءا غير مستقرة مع أمطار الرعدية إخواني الكرام جات إطوان وعصيلة والعرائشة شفشاون وإيساقن والحسيمة وكذلك وزال اللميمونة استعلال تازي وسيد سليمان قرية ابو محمد وتازة وتالة وقرسيف أمطار حاضرة إن شاء الله كذلك على مناطق أكنول ومكناس الخميسات وفاسة والمس وإفران والخميسات واضم وكذلك زوج شيخة ابني ملال وأزيلال وأقدير بوشيبة وكيمدن أمزميز إن شاء الله وكذلك إيميل شيل وكذلك تشون في التساقطات مطارية قوية كذلك على مناطق وجدة وابركان الناظور الحسيمة والتريوش وإيساقن وأكنولة وشفشاون تطوان وقنية رسبت الفنيدق وطنجة ولرائش تساقطات مهمة أما في الفترة الليلية فيتوقع استمرار الأمطار الخير بشكل غزير وقوي على تينغير وتبانت وأزيلال إيميل شيل وآسول والريش وكذلك الرماني زوج شيخ واضز مربما خريبقة وخنيفرة ميدلتا قراما وميسور وتطلحاج وسكور مداز وعاطف وكذلك معتركة أمطار وزخات رعدية قوية تساقطات محاضرة إن شاء الله كذلك على مناطق توريت وسكا وآكنول والتزا الدريوش الناظور بركان والحسيمة وأمطار الحاضر على إيساقن وشفشاون والزان والعرائش سيد سليمان الخميسات والماسة وكذلك خنيفرة واضز مخريبقة زوج شيخ بن ملال عزيلال وتبانتا يتوقع استمرار الأجوال غير مستقرة في الفترة الصباحية من يوم الأحد إن شاء الله تساقطات مهمة إن شاء الله متواصلة كما تشاهدون إخواني كرام على عدة مناطق من المملكة في صبيحة يوم الأحد فيتوقع استمرار الأجوال غير مستقرة محتمال تساقطات تلجية والمناطق المعنية في فترة الصباحية فهي تنغير وقلميما وكذلك أسول وإيملشيل والرشيدية والريش وقرامة إن شاء الله وميدلت وتنفيت خنيفرة وباطزم ووطات الحاج كذلك معتركة وميسور وإيفران وتساقطات متواصلة على فاس قرية بمحمد سيد اسليمان ومكناس وزان وعلى اللاميمونة كذلك قرسيف وبركان ووجده والسعيدية والناظور والحسيمة تساقطات مهمة فترة بعد الزوال الترابات الجوية متواصلة بشكل غزير ومعتبر على عدة مناطق وعدة مدرم احتمال رياح قوية والمناطق المعنية مشاهدين الكرام بهذه التساقطات المطرية والزخاة الرعدية القوية وهذا التراب الجوي فهي الراشدية وتنغير بن ملال وميدلت وخنيفرة كيكو وفاس إن شاء الله تساقطات مهمة وكذلك مناطق تنغير تساقطات مهمة على إن شاء الله بعرفة بحول الله وكذلك معتركة وعاطف وسكورة مدازة وتازة وقرسيف وسكة وتوريرت بركان ووجده والناظور السعيدية وكذلك الدروش والحسيمة يساقن وشفشا وانتطوان وأمطر حاضر على اللاميمونة ووزان ويتوقع خلال أيام القادمة إخواني الكرام استمرار الإجواء الغير مستقرة كذلك ليوم الاثنين على المرتفعات الأطلس سنرى إخواني الكرام التوقعات القادمة هل تشير لدخول الترابات الجوية أخرى بحول اليوم التلاتة تتوقع إن شاء الله كذلك النماذج التقص العالمية دخول بعض الترابات الجوية على وطاة الحاج وميدلت والرشيدية وكذلك مرات القرامة إن شاء الله وإيسول ويتوقع إن شاء الله بحول الله يوم الأربعاء استمرار بعض الأمطار الخفيفة على مناطق مرتفعات الأطلس وخصوصا المناطق الرشيدية وتنغير وتبينت أسول وإيملشيل والريش وقرامة وتنفيت وميدلت وتنغير وتبينت وأوكيم دنوار بما أمزميز وكذلك تليوين وإغرام تساقطات المطارية دات طابعة رادي مستمر على هذه المناطق مع احتمال تقدم منخفة جو إن شاء الله سنرى آخر تحديثات النماذج التقص العالمية ويتوقع في الفترة الصباحية من يوم الخامس خمسة وعشرون أبريل تساقطات مطارية متواصلة على المناطق بوعرفة وبوعنان وعنشير وكذلك مناطق الريش إن شاء الله وقرامة وأسول وإيملشيل وتنفيت وميدلت وتبين تساقطات معتبرة على هذه المناطق أما بالنسبة للفترة المسائية يتوقع استمراء بعض الأجواء المغير مستقرة على أقصى الشمال وكذلك على بعرفة بالنسبة كذلك لتوقعات يوم الجمعة إن شاء الله ستة وعشرون أبريل أجواء غير مستقرة أقصى شمال للمملكة قد تعطي بعض التساقطات المطارية إن شاء الله على أقصى الشمال على مناطق العرائش وبابرد وسيد سليمان بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة مشاهدنا الكرام فتشير لاحتمال دخول بعض العواصف الرعدية على المناطق الجنوبية للمملكة على أقصى الجنوب خصوصا على القويرة بالنسبة لتوقعات يوم السبت ساحتمال دخول كذلك عواصفنا الرعدية وزخاتنا الرعدية قوية محليا على مناطق أما بالنسبة لتوقعات يوم الأحد إن شاء الله فيتوقع أن تكون أجواء غائمة على أقصى الشمال وكذلك الججاز الشرقي لواجه المتوسطية وأمطار متفرقة على عدة مناطق وبالنسبة للفترة المسائية يتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة بتساقطات مطرية إن شاء الله رعدية على المناطق ورزازات وكذلك مناطق تساقطات معتبرة على إيميلشيل وآسول وتنفيت ميدل توريج وخنيفرا ميسور سكور مداز وإيفران وتطلحاج وعاطف ومعتركة بحول الاضطرابات الجوية متواصلة على دي المناطق وسوف نلقي نظرة على التوقعات النموذج الأمريكي مشاهدنا الكرام أما بالنسبة ليوم الاثنين يوم الاثنين تشير لدخول بعض الاضطرابات الجوية رغم أن التوقعات ما زالت بعيدة المداوة قابلة للتغيير بشكل كبير مع تقدم منخفض جوي كبير كما تشاهدون في هذه المناطق إن شاء الله سأل الله نتجي للملكة تساقطات مهمة إن شاء الله وعلى عدة مناطق مع أمطار رعدية على مناطق أوكيم دنت بايت كذلك تينغير وآسول وتومفيت إيميلشيل والريش وميدلت تساقطت حاضرة على مناطق سكورم الداز وإفران وسوف نلقي كذلك نظرة على النموذج الأمريكي مع اقترابات هذا المنخفض إخواني الكرام إذا بتاعد هذا المرتفع فإحتمال كبير تأتي هذه المنخفضات المتتالية نحو المملكة بحول الله والآن سنلقي نظرة على النموذج الأمريكي مشاهدين الكرام جيفس 22 كم إن شاء الله وبالنسبة للنموذج جيفس 22 كم فيشير لدخول الطرابات الجوية هامة وهامة على عدة مدن كما تشاهدون إخواني الكرام كما تلاحظون يدخل بشكل أفضل كما تشاهدون على عدة مناطق وعدة أقليب من الملكة كما تلاحظون إخواني الكرام هذا النموذج الأمريكي يشير للطرابات الجوية قوية كما تلاحظون وتولوش كتي فيشير لها النموذج الأمريكي اخواني كرام على عدة مناطق من المملكة خصوصا المناطق الغربية للمملكة المناطق المعنية تطوان وطنجة وكذلك اصيلة والعراء الشفشاون ايساق انتونات كذلك اضطرابة مهمة على اللاميمون وقرية ابو محمد دي سليمان امطار حاضر المكناس وفاس وكذلك ابن سليمان والداربيضاء المحمدية والقارة برشيد والجديد ولد فرج الوليدية واسفي تساقط الترجيع على تونفيت خير كبير كما تشاهدون بدخول هذا الملخفات الجوي فيشير له النموذج الامريكي في دخول هذا الملخفات بامطار وتلوج قوية على عدة مدن وعدة قليم تساقطت مهمة على سطاة برشيد والقارة وخريب قواتزم في الفترة المسائية من يوم الاحد ان شاء الله وكذلك سيد بلنور الخميسات الريباطة سيد سليمان قرية ابو محمد وفاس وتالة اونات والتازة والاكنول وساكا والخميسات والتريوش وكذلك النادور وبركان وتطوان وطنجة واصيلة ويتوقع ان شاء الله هذا الترابان يستمر ان شاء الله كذلك اليوم الاثنين كما تلاحظون على اقصى الشمال المملكة بالتساقطات مطارية غزيرة ومعتبر علامات قسيد سليمان والعرائش ببارد وتطوان والقني ترى ان شاء الله والحسيمة بتراكمات مطارية قوية معتبرة على عدة مناطق سنراء اخواني كرام تراكمات الامطار لنموذج الامريكي كما تشاهدون هناك تراكمات جد جد مهمة ان شاء الله قد تصل الى ازيد من 60 مم مشاهدين الكرام تحية طيب الجميع